دلوقتي انا ابني عنده اربع سنين وما بيتكلمش وروحنا لكل الدكاترة مفيش اي حاجة عضوية يعني انا في ناس قالوا ان ده ممكن يكون حسد او سحر طيب ايه اللي ممكن اعمله حتى لو سلمنا انه حسد الدعاء والرقية بس ما في الا كده اذا مريدته فهو يشفيني لا يتيقاسي ابدا من رحمة الله اذا مريدته فهو يشفيني يا اختي طيب ما عليش لو سمحتك طيب دلوقتي انا كنت عايزة العيلة كلها تتوضى وحمي بميت الوضودي يعني اثر لو في حسد اه يعني ربنا يرفع عنه الحسد ما ما تقوليش حسد اذا قلت فيه عين لكن لان الحسد تمني زوال النعم لا يحتاج الى رقية لا عفوا لا يحتاج الى لا يحتاج الى اغتسال العين هي التي تحتاج الى اغتسال لكن لا اظنك اصبت في هذا الباب فهذا شيء قدره الله بعيدا عن الحسد وبهذه الطريقة ستؤذي العائلة كلها حيث لا معنى لله هم مش معطردين اي بس هم مش معطردين لكنك لا تضعين الشيء في محلي الصحي الان الى عندك ان الشخص ماشي سليم فجأة يصاب فجأة يصاب كما كان ما هو فعلا كان بيتكلم وهو عنده سنة ونص خلاص ما فيش مشكلة الله يينك طب انا ممكن اجمع ميت الوضوه كلها وانا نزم كل شخص الوحده انت لا تعنيت على نفسك كل شخص نفسه كل الكلام هذا يعني يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه يا جماعة يا متابعين كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له سهل ابن حنيف وكان وسيما وضيئا فقام يغتسل فمر به عامر ابن ربيع فقال ما رأيت جلدا كهذه الجلد المخبأة ما رأيت جلد ولا كأنها جلد فتاة بكر فسقط سهل صريعا في الحال فانظروا فقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ادرك سهلا صريعا يا رسول الله قال من تتهمون تهمتم واحد بعينه قالوا نتهم عامر ابن ربيع يعني كان مشهور بالعين في ناس مشهورة بالعين فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال على ما يحسد أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيم يعجب فاليدعو بالبركة ومره أن يتوضى وقذ الماء وصب على سهل قام كأنما أنشت من عقال لم يأمر النبي كل الصحابة أن يغتسلوا من أجل هذا الرجل بل حدد النبي من تتهمون فالعينون يكونوا في الغالب معروفون العينون معروفون العين حقهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغتسلوا لكن هل طلب الرسول من كل الصحابة أن يغتسلوا؟ يعني في أيضا نظر في كلمات الأخت الله يسلمها